إذن يا جماعة خلينا نكمل على الشابتر ناين اللي هو بيحكي عن الفنكشنز المرة الماضي أخذنا مثال الرولز كيف نكتب الفنكشن الفنكشن الذكروا دائما لا يتم تنفيذه إلا إذا تم استدعائه وبجابا سكريبت والأجتي أمال بدك تنتبه انتباه شديد إلى كيفية استدعاء الفنكشن هنا هاي بتشكل محور أساسي في عملية البرمجة بالأجتي أمال والجابا سكريبت فانتبهوا إلها أخذنا مثال سكوير روت أخذنا الماكسيموم أخذنا الراندم واليوم راح نكمل نشوف كيف نستخدم الراندم بأفكار إبداعية في تصميم الصفحات أنت لما بتدخل على صفحة سواء كانت بدك تقرأ جريدة أخبار لشركة معينة لكذا إذا كل مرة بتدخل بتلاقي نفس الصورة نفس الشكل نفس الديزاين ممكن يصيبك ملل منها أما إذا كانت دايناميك وأنت كل مرة بتدخل بتلاقي صورة مختلفة خبر مختلف خاصة المواقع اللي بتكون تعمل دعايات بتعمل أخبار إذا أنا ما دخلت وشفت وأنا أدت صفح ما تغيرت عندي الكنتنس والصور ممكن يمل البني آدم من الموقع هذا فكيف أنا أستخدم الراندم في تحقيق الأشياء هذه بيجي عند المثال هذا اللي هو رول دايس بعطيني كلو كيف أسويها لاحظ أنت لما تعمل دكتور مش عامل سكرين آه مش عامل سكرين مضبور آآ هلا بعيد مش مشكلة آآ هاي الاسكرين تمام هذا المثال اللي هو آآ تسعة بوينت فايف اسمه رول دايس لاحظ رول دايس آآ في بير برضو بنفس الديريكتوري اللي موجود فيه الملف في عندي سبع صور واحدة بلانك وداي وان داي تو داي ثري داي فور داي فايف داي سيكس بتذكروا المحاضرة الماضية عملنا رمي حجر نرد ثلاثين مرة وطبعنا الأرقام تمام وشفنا كيف نطلع الراندوم نمبر من وين من واحد لستة هلا أنا بدل ما أطلع الرقم وأطبعه بدي أطبع صورة لحجر النرد تمثل الفيس اللي طلع عندي هيك بصير مور إيش أتراكتب أحلى فأنا بيبدأ عندي هذا الفايل فاضي كالتالي بيبدأ عندي الفايل فاضي نهاياته بعمل رن فيه بطن لاحظوا قلت لكم قبل شوي انتبهوا من أين يتم استدعاء الفنكشن بجافا سكريب هلا راح نشوفه هاي فاضي لاحظ إذا تطلع هنا بتعمل سيليكت بتلاحظ أنه فيه أربع صور فاضيين أنا بعد بحجز أربع صور بالأتش تي أم أل وبحط الصور صورة فاضية ليش صورة فاضية لأنه إذا أنا ما حطيت الصورس يكوال كذا راح يعطيني هنا آيكون وعليها لينك بروكن إذا بتتذكروا مضبوط فعشان ما يطلع الشكل عندي غريب لليوزر بطلع صفحة فاضية بالشكل هذا عملت رول دايس إذا أنا بعرف أن الحجر الأول طلع ستة الثانية أربعة الثالث اثنين والأخير ثلاثة بس بدل ما أنا أطبع الرقم شو حطيت محله الصورة 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 منين جبتها هايها عندي بالفولدر إذا إحنا منعمل إنها شوء آيكونز الكبيرة تمام هون إذا بتعمل الشوء الآيكونز الكبيرة مش عارف وين راحت هاي الآيكونز من فضل بكتور من فيو شكرا الآيكونز هاياتهم شايف هاي هم الصور موجودين عندي هاي بلانك ليش بلانك مشان أول مرة ينعمل الرن تنعرض عندي صورة بلانك هاي على الباوربوينت بتقدر تصومها سوريا على الفوتوشوب خلفية بيضة وصورة صغيرة بتنطلع محل مشان إيش اللوك بتاعها يطلع إيش هون لما تبدأ ما تطلع آيكون بروكن لأنه إذا ما حطيت الصورس بالإمج فيطلع بروكن آيكون بينما هون طلعت صورة الخلفية تبعتها بيضة نفس خلفية البراوزر فبالتاني ما بتطلع عندي زي ترك عملت رول دايس بطلعوا عندي كل ما أنا أعمل بتغيروا الصور هون الفكرة بتيجي عندي الإبداع بصير يجي عندي طب أنا كل ما يدخل اليوزر بدي أغير الصورة يعني مع كل براوز مع كل ريفرش برد بعيد التنفيذ الجافا سكريبت بحصل على راندوم جديد بجيب صورة من عندي جديدة بكون عندي بالفولدر مئات الصور وكل مرة يختار لي صورة معينة لترك وين يا جماعة علشان أقدر أعمل راندوم لترك بتيجي بإنك أنت هون لأنه بعدما أخذنا الأرز شو سمينا الصور طلعوا عليها شو سميناهم داي وان تو ثري فور فايف ليش الرقم هذا موجود عشان بالراندوم عشان أجيب كلمة الراندوم عشان يطلع عندي إشي أعمل الراندوم عليه تمام الطريقة البديلة إذا ما بدي أغير أسمائهم الطريقة البديلة شو أعمل مين يقول لي وإله بونس علامة شو السؤال بس بدل ما أسميهم داي وان داي تو داي ثري خلني أسميهم اكس واي زت دابليو بس بدل ما أستخدم وان تو ثري هذولا اللي هم بأسماء الصور باستخدم الفاليو ثانية وبجيب اسمها للصورة ما أغير الصورة الممتاز مين اللي حكي أحطهم بأرية؟ ممتاز مين اللي حكي أحطهم بأرية؟ لينا يا لينا أنت بالشكلك راح تقضي عشر علامات بونس سنتي يا لينا هاي كمان واحد بونس يا لينا مزبوط بحطهم بأرية يا جماعة بحط أسماء الصور بأرية وبعمل راندم على كم لي يا لينا؟ على الاندكس الاندكس تبعي الأرية وبغض النظر الصورة شو يكون اسمها؟ هذا راح نعيده المثال لما نأخذ الأرية تماماً مثل ما حكت لينا خلينا نشوف الصورس كود تبع الإكزامبل هذا خلينا نشوف الصورس كود عشان نشوف شو بيعمل دقيقة ثواني بس هليكم معي ثواني ترجمة نانسي قنقر نحن مستعجل عذراً يا جماعة إذن نشوف الصورس كود انتبهوا معي على الصورس كود لأنه صار فيه تغيير من الطريقة اللي احنا كنا نكتب فيها الجافا سكريبت كل يوم عن يوم الليفل أوف رائتينغ الكود بزيد خبرة يعني خلاص بصير أنت يعني الآن تأخذ الليفل الأعلى الكاسكيدينغ ستايلشيت هذي مشان عملية المارجين لأن الصور عادة بحط لها بوردر مشان ما يحط يعطيني كل صورة على سطر هاي كل يعتبر بالكسكينين ارجعوا لهم عرفت اميجز اذا بعرف اميجز بالطريقة هذه يا جماعة اذكروا انه جافا سكريبت بتتعامل مع كل بغض النظر شو داتا تايبتاعه as an object تمام تنسوهاش هاي الابجكت اورينتد is very strong بجافا سكريبت بعدين بيجي عندي فانكشن فانكشن ستارت الفانكشن ستارت بعمل شك على السينتاكس بعمل شك على السينتاكس تمام ما بينفذ الفانكشن ستارت ما بينفذ هون انتهبهوا لهاي النقطة قبل شوي حكيت مايزة الفانكشن هنا فقط شك على السينتاكس فستارت بعمل تشك على السنتاكس بتنفذش بيعملش إشي الجاواسكريبت هون فانكشن ثاني رول دايس الرول دايس كمان ما بيتنفذ هاي ما بتتطبق بس بعمل تشك على السنتاكس ما في سنتاكس بيكمل فانكشن الثالث نفس الإشي بيعطيك تشك سنتاكس ما فيش إرور بيطلع في عندي جملة وحدة فقط هون بتتنفذ بالأبليكيشن تمام طبعا هذا الجاواسكريبت هون لاحظوا بتدخل بيعرف المتغيرات هاي بعدين بمر على الفنكشن بنفذ شوال واحد فيهم بعدين بنفذ هاي الجملة هاي الجملة ايش الـ Object Window بتتذكروا شو الميثودز اللي أخذناهم على الوجه على الـ Object Window مين بيخبرني لا الـ Alert والـ Prompt والـ Prompt ها أطلعوا على الإي كابتال وعلى الإل كابتال طب إحنا قلنا جاواسكريبت كيس سينسيتف والـ Add سمول لتر طب كيف دي أنا أذكر السنتاكس تبعهم معقول أنا يخربطني جاواسكريبت ويدخلني بمتاهة ولا فيه رول معينة ماشي عليها دكتور أول حرف سمول الثاني كابتال قصة أحسنت كل اسم ميثود تتكون من أكثر من كلمة الكلمة الأولى سمول لتر وبعدين أول حرف من كل كلمة كابتال لتر هذا التقريد ماشيين في جاواسكريبت وثابت مشان ما ننسى Add Event Listener ستة أتريبيوت لاحظوا الايه Get Element By ID هايها هلأ كلها منشرحها الget سمول Element الـ E capital By الـ B capital ID الـ I capital هاي انتبهوا لها وانت بتبرمج كمان وبتكتب إذا واحد من الأحرف ما أعطيته كابتال لتر بعطيك سنتاكسير وبتوقف البرنامج عن التنفيذ فننتبه للكيس سينسيتيفتي نيجي للأولى Window.Add Event Listener طيب الويندو اللي عم بنعمل عليها Run برنامجنا هايها هايات ها هون إذن الآن الـ Browser ايش بيعمل الـ JavaScript بتطلب من الـ Browser أنه يكون في حالة تأهب Listening هل الـ User عمل Event Add Event شو الـ Event بال Visual Programming مين بذكرني فيهم حكاهم قبل شوي واحد من زملائكم Click و Load Scroll مين حكا هشام هشام عندي الـ Click عندي Double Click عندي Mouse Over Mouse Out في عندي Unload Un-Unload يعني فيه مثلات كثيرة افتح الـ Browser على W3 School Events in JavaScript أو على Google Events in JavaScript سيعطيك عشرات الـ Events هاي كلياتها مطلوبة مننا في شابتر كامل رح نأخذه شابتر 13 اللي هو Events تمام والـ Event Handling إذن الآن الـ Browser هون بعد تنفيذ هاي الجملة الـ Browser بيصير في حالة تأهب أنه الـ User يعمل أي شغلة بس أنا هون بالـ Add Event ما بدي أخليها عام ما بدي أحددها أول Argument بالمثود هو اسم الـ Event اللي أنت بدك إياها تحددها أنت تحدد أنه الـ User يعمل Click ولا Double Click ولا Load ولا Unload ولا Mouse Over ولا Mouse Out يعني أنت بتحدد أماتي الـ Function هذا يتم استدعائه أنا طلبت من الـ Browser أنه لما الـ User مش لما الـ User لما الـ Document تبعي JavaScript والـ HTML كله ينعمل له Load على الصفحة ويخلص أنت استدعيلي الـ Function اسمه Start Automatically واضح؟ يعني الـ Function Start هذا رح يتم استدعائه بعد براوزر بنلاحظ أنه الـ Button انطبع كيف انطبع؟ لاحظوا معي هاي الـ بروح للـ Browser الـ Barcer بشتغل بعدين بنزل الـ Form عندي في Bottom الـ ID Roll Button والـ Value Roll Dice بنطبع على الـ Browser هاي انطبع أمامكم شو كما انطبع لي؟ فيه Ordered List وعندي List Item فيه أربعة إمج الإمج الأولى السورس بتاعها بلانك والثاني بلانك والثالث بلانك والرابعة بلانك وين انطبعوا؟ هاياتهم Display in line النوع الآخر اللي عكسها اللي هي By Default شو بتكون بلانك كل واحد بسطر تعجبني انكم متابعين وعملين أنا أتصور في واحد حكا غير هشام مين هو؟ طلع صوت غير هشام مين قال بلوك كمان؟ انا دخل انا اه لينا اوكي وهشام اوكي لا طلع صوت ثالث عجبني مين مين شو اسمك؟ محمد وين محمد رسول لا لا محمد عاصم صليحين دقيقة اه محمد عاصم طيب جميل محمد عاصم هذا الصوت الجديد اي بلس واحد يا محمد متابع معنا ومتابع الهش تي ام ال والكسكيدي سايل شيت معناته الامور فيها تحمص اي بلس واحد يا محمد عاصم تمام اذا هون طبعا عندي حضائي واحد شفتوا الخدعة وين السورس شو كان كان بلانك عارفين ليش بلانك اه يعني لو اجيت انا هون الاولى ما حطيتها بلانك هيك وخزنت شوفوا الديزاين غلط مش حلو لليوزر يطلع هيك صح وضحت شو الفرق بين بلانك وبين اني انا احطها الصورس فاضية تمام ارجو انها تكون واضحة هذا الديزاين بهمنا يا جماعة احنا بهمنا بالديزاين كل خطوة صغيرة يعني الهت فصار الان الان اليوزر بعد ما طبعها الاربعة وخلص هون بعد كلمة HTML بتتحقق اللود خلص لود البراوزر خلص لودنج هاي المعناها طيب لما انا خلص لودنج بحالة listening حطيته انا من زمان يعني لما تخلص طباعة كل اشي شو روح يعمل اذا مين اللي عمل كل لل فنكشن ال add event الجava سكريبت كمبيلر بالتنسيق مع البراوزر عشان هيك اسم الفنكشن بس اعطيته ما حطيت هون اقواس ليش مين يجاوب ني هانتبهوا الها هاي بروغراميك مالهاش دخل بزرزر كل اللغات البرمج هون لما حطيت start ما حطيت الاقواس لاحظوا عشان بروغراميك start مباشر اذا قط ايوه هون بصير استدعاء هون انا استدعيته بصير في غلط ما بيكمل على الجمل اللي تحت فلذلك انا بعطيه بس اسم الفنكشن وانا بحكيله انت يا event خلي البراوزر يستدعي الفنكشن start بعد اللوود عشان يدخل هون ينفذ بعدين الاد event listener مع البراوزر هي بتروح بتعمل كل الفنكشن start تمام فانتبهوا للنقطة هذه بيجي هذا يتنفذ get element by id اول شغلة شو بتعمل احنا اخذنا document write document write line هلأ اخذنا مثل جديد get element by id اذا انا ال element اللي هي html element اللي هي نفسها html tag يحصلي عليها get جيب لي اياها بواسطة ال id تبعها شو بيعمل لبراوزر بيروح على document اللي هو مطبوع بال html وبدور على اي html element او tag اسمه شو roll button باجي هون مين اللي اسمه roll button id ال input ال type button تمام شو بيس كيف قلدي سؤال فضل بال add event listener بس ايش الفولس اللي ما اضعو تجنب اسم function هذا argument الثالث ابحث عنه انت بالhelp انا بحبش اشرحه عنه ليش لانه اللي هون انسيت شو اسمها هي بالجافا سكريب خليها دائما فولز بين حيث انه يستدعي فقط function start اذا عملتها true بستدعي كل functions اللي children له هاي بتخربط شوية اللي هم بسمو bubbling او شغلة زي هيك بال بشرح هاش انا لان هاي بتخربط فخليها دائما فولز مشان يستدعي فقط function start اذا منحطها true بستدعي function start وبستدعي قبلها كل اللي عندها يعني لو كان function start فيه functions بستدعي هم بعدين بستدعي start شوية مفهومها هاي يعني ما شرحته ولا مرة وما تابعتش وراها بس هي بتخربط في مثال عليها بشابتر ثلاثة انت بدك ايا ما ما يستدعي الـ children الموجودين عنده فخليها دائما false تمام تمام شكرا على الملاحظة السؤال كان مهم انا كل مرة بحكي عنها بس انسيتها اليوم بس ما بدي حد يكتبها true اذا بتحطها true بصير يعمل عندك call functions ثانين انت ما بتعرف هم وين إلا إذا كنت فعلا in on purpose حاط بدك ايا true يستدعي function children بعدين يستدعي parent هي هيك شكلها كمان نفس الـ prevent default هي false اتصور اه شمين كما عنده سؤال دكتور line 49 اه ايضا حسب الـ هاي اسمها الـ احنا عنا في عشرات الـ انا متى بدي يستدعي function start صح اذا click يعمل click على وين على button طب button بعده ما طبع لاحظة هاي html بهاي اللحظة button مش موجود فكيف يعمل click على user فطبعت button ل user وطبعت images بعد ما طبع انت وخلصت استدعي function هذا هيك حكيت هون هلا تابعي معي get limit by id هلا ايش بدي اذا user عملك click وضحات دكتور بس وعلي اني مثلا عملت self invoke بس اخر اشي بالله كمان مرة ما سمعت يعني مثلا لو مسكت انه function start وعملت اخر الصفحة بعد bottom انت تصير invoke فكرة انه انه بعد بعد هون اكتور انا قصد وضعنا javascript ملف javascript اخر الصفحة اذا حطيت HTML في البداية وحطيت javascript بالbody بعد الفورم يس بزبط اوك شكرا اوك بس الهدف ترتيب نعم يعني ما بقدر انا استدعي javascript والفورم مش موجود لانه بعطيني بعطيني variable not form بعطين syntax ورغب ووقف فانا بدي اطبع HTML بعدين ارجع للjavascript اذا هذا الموضوع بخربط نعم زي ما واطبع الصور وبعدين باجي على function start وبس تدعي get element by id البطن الموجود عندي صار variable button شو data type ل button object محصنت object مين حكى object هشام احصنت يا هشام اذا get element by id بترجع لي اذا كان id هذا موجود بالhtml بترجع لي object of type ايش هو التاج هذا paragraph button form input list الى اخر حسب html element تبعها اذا ما موجودة بعطيني empty اوكي بعطيني هنل button بتصير null ما بيرجع لي شيء null evaluated to false فننتبه اذا ما كانت موجودة يعني لو جيت هون حطيت واحد roll button one ما في اش اسمر button one فبعطيني empty او null بالbutton هو null مش empty سوري تمام اذا الbutton صار موجود وصار object dot add event listener هناك لاحظوا اللود عملتها على الويندو انتبهوا اللود ما بتنعمل على element of form او element of html لكن click بتنعمل على button على الparagraph على image اي تاق بدك ايها وبتنعمل على document كامل بحيث اذا عملتها document dot add event listener click شو معناها يا جماعة احسنت هون وين ما اعمل click ما بيعمل اشي ال add event listener ليش لان انا حكي اعمل اذا عمل click فقط وين بحيث button على button ما حكي ايا compiler او البراؤزر استدعي للfunction شو roll dice again argument الثالث false لا تحطوه true تمام بيجي على roll dice لاحظ في بعد الاستدعاء في عندي اربع جمل بان بيجيها هلا بيجي على roll dice هون برمي احجر النرد الاول والثاني والثالث والرابع هاي set image one set image two set image three set image four لانه عندي اربع صور بقدر اعمل set image واحد وعمل four loop اربعة بدك ايا يعني هاي كلياتها بترجعي لك هون set one image what معرف عندي هون اول امبارح فيعطيني رقم من واحد لستة وشو حكيت له انتبهوا هون die image one dot die image one object اه object اه object بالضبط لانه جافة سكريبت تتعامل مع اي variable as an object شو حكيت له die image one dot set attribute لاحظوا الميثود هاي تتطبق على ماتاق صح البروبرتيز بال html لما بتعامل معهم بجافة سكريبت as an object بصيروا اسمهم attributes مش properties انتبهوهم ونفسهم البروبرتيز تعون html بصير attributes by object oriented فباستخدم الميثود set attribute و a capital javascript case considered انتبهوا الهام بحكيله attribute source تبعت الimage هذه اللي هي die image one بهاي الحالة die ليش die لأنه اسم الاول لأنه اسم الاول داع كل الصور ايوه die con catenated مع value من 1 6 con catenated مع dot png dot png يا جماعة لأنه كل ال images اه كل ال images ايش مالهم dot png هيا ايوه هاي مشان سهولة البرمجة لكن لو كان الاكستنشن باختلف والاسماء باختلف شو الحل يلينا بحطهم برية وهون بجيب بس الاندكس تاعة الرية بجيب هون بخط الصور يساوي القيم اللي موجود برية of die value بنشوف هاي بالشابتر الرقم عشرة المحاضرة القادمة اذا صار الصور فيه الامج حسب الراندم value اللي طلعت عندي واذا الامج مش موجود حملت الالت ست اتريبيوت للالت الصور والالت عارفين هم يا جماعة شو هن اللي مش عارف يحكي لي آي كل الامج لها properties في id في الصور وفي الالت هاي هم احنا منخزن هذول يسمى properties هذول لما استدعي الامج as an object بصير اسمه attribute فغيرت على الصور الامج الاولى فيها صور و الامج تو نفس الاشي والامج ثري والامج فور كل مرة بتغير عندي الراندم مجرد انتبهوا مجرد ما اعطي الصور قيمة لبراوزر بيحطها مباشرة على الويندو تبع اللي قدام اليوزر يعني قيمتها بتنعكس مباشرة على البراوزر يعني واحد يقول كيف دكتور ظهرت الصورة واضح يا جماعة منين مجرد ما اعطي للاتريبيوت صور قيمة بيعكسها على البراوزر هاي ها هون شفت يعني الالت والصور تبعت الامج الاولى طلع الراندم عندي ثلاثة فصارت داي ثري دوت بي انجي تخزنها بصور مجرد ما صور اعطت قيمة البراوزر بيطبع لي الامج مكانها واضحة بعدين هي كيف الامج الاولى هي تمثل التاق الاولى مين بيقول لي وينها كيف هون الامج الاولى تمثل هذا اللوكيشن بالضبط قلت طب كيف انفذهم وانا هون عندلي كليك روحي اعمل رول دايس كيف وصل لهون مين بيقول لي دكتور على ضريق الفونكشن تعال ستارت لاحظ هون انا احكي يلينا لان دكتور بيكون بحال هو البراوزر اما بمشي على هذول مباشرة يوزر بيكون بعد ما يعمل وضحات هون تنفيذ تمام انتبهوا لهاي النقطة اذا بتتنفذ هاي الجملة والكمبيلر مباشرة بينزل على الثاني والثالثة والرابعة فبصيروا الامجز معروفين عندي عشان هيك اي تغيير على الصورس تاعة الدي امج اللي هي نفسها الامج الاولى بيشيل الصورس اللي هي بلانك وبحط محل هالقيمة الجديدة اللي انت عرفتها من خلال الست امج وهيك بصير عندي البرنامج تمام واضحة يا جماعة اذا هون بدي تنتبهوا كيف بتم استدعاء الفنكشن بجاوا سكريبت حكيت لكم المحاضرة في بدايتها it's very important بالHTML الاد event listener لما يكون في عندي load طبعا load مقابلها في unload unload تمام unload لما user يعمل هون x هيك هون صار حقق unload تمام انتبهوا الها load عكس unload تمام في عندي click وفي عندي ايش كمان double click double click وفي on mouse over on mouse out يعني user اذا ايجا فوق هيك الماوس فوق button هذا on mouse over on mouse out لما بيشيل الماوس بهالطريقة هاي events هاي بتسمنى انه انه تروحوا تشوفوها على W3 school او على google شوفوا events الموجودين وكل ما تتعلم events اكثر كل ما صار قدرتك على انك تبرمج attractive javascript بطريقة افضل حد اللي هو اول ما نجي نفتح صفحة بيكون قبل ما تحمل الصفحة فيه اشي بيبين على الشاشة وبس تحمل بيخت فيه اه ايش الـ event الممكن يعني هي نفس load الـ event هذي اللي بيخليها تعمل هيك بالضبط on load بيكون load تبعها بتاخذ وقت كثير while he's loading بيستدعي function ثاني بيصير يعمل اشياء اعطيكم اللي هو اربعة functions اذكروني اعطيكم اياهم اللي هم دقيقة شوية اكتب لكم اياهم هنا مشان ايش اللي بيحب يروح يشوفهم في set interval ماشي بالمقابل في clear interval هذا اللي هو اللي timer وفي set time out هذا function وبالمقابل في clear time out هذور رح اعطيكم ايوهم الاربعة اللي هو كل فترة معينة بصير يستدعي function set interval و set time out بعطيك وقت مستقطع وبعدين يستدعي function لمرة واحدة هاي بشرح لكم اياهم بعد ما نخلص chapter 11 ان شاء الله هذا بقدر اتحكم فيه انا كمان انه اثناء عملية معين وهو عم بعمل لود يستدعي function ورد يعمل العمل كذا مرة هاي باشرحلكم اياها كمان ان شاء الله later on بس نعمل mastering شوية الى events اكثر تمام اي سؤال اخر دكتور فضل السؤال فيه html elements نفسهم بكم مثل او events مثل نقدر نحط جوب html السؤال انه واحد بتفرق كثير عن بعض واثنين انه يعني javascript 7 والvergions الجديدة صاروا يتابعوا add event listener وحطوا load هون الvergions القديمة بتحطها بالbody هون unload equal هون start هاي نفسها unload start بس انت بتستدعي هي تمام هاي نفس الطريقة هاي وهون على البوتون بتضيف انت on click equal ايش اسمو الfunction رول دايس مثلا هاي انت بتسأل عنها هاي موجودة في ناس بعدهم بيشتغلوها بس this is old versions of javascript هاي او الاد event listener هاي اللي هي click are the same تمام يعني هون انت بتقول لما اليوزر يعمل click على button استدعي function roll dice وضحات 100 100 اه لاحظ الان load وين حطيتها بال body ما بتنحط غير بال body وضح ليش لانه بس تخلص كل elements اللي بال body استدعي لل function لفلاني بس هاي كيف بتصير صعبة هلا هون اما انت بدك يعمل click على image هاي click على image هاي click image هاي بتصير تعمل on click on click on click بيكبر الفورم عندك بيكبر ال hdml part اما add event listener باسم ال image خلص بيغني عن هاي حدر السؤال اخر يا جماعة طيب نكمل مثال ثاني بالroll dice مع ال ايش مع فورم لاحظ يعني انت قبل ما تبدأ هذا شوف كيف يشتغل بدأ الاربع صور الان شو عندي عندي ثمن صور ايو ثمانية اثنين اربعة ستة وستة اثناش في عندي بطن وفي عندي ايش اه وفي عندي هون براغراف في هالاسم roll dice تغير شو صار محل الامجز نفس الفكرة اللي اخرناها قبل شوية تكون صورة بس الآن اثناشر صورة عندي بدأ الاربعة كيف دع اعبيهم وبالبراغراف هاي او بالدف بدأ كلمة قصية شو عمل لي حط لي شو تابل وكل فيس قدش يتكرر لاحظ الفيس واحد كم مرة تكررات اثنين دور عليهم هون هاي اثنين هاي اثنين مرتين فعلا هون هاي ثلاثة لا سوري هذا الواحد واحد اثنين اما اثنين واحد اثنين ثلاثة هيا تقوم الفيس ثلاثة ثلاثة تكررات ثلاث مرات الاربعة الصفر الخمسة الستة اربعة مرات طيب احنا منعرف احتمالية ظهور كل فيس قديش يساوي واحد على ستة واحد على ستة طيب الستاتيستيكس احنا منعرف بتزيد النتائج دقة كل ما زادت عينت التجربة صح اذا انا رميتها اثنى عشر مرات رميها كمان اثنى عشر راح زاد خمسة خمسة اربعة سبعة ما عم بيصفر عم بيزيد ليش عشان كل ما انا اقتربت اعملت عينة تجربة اكثر بتزيد الاحتمالية ا من ايش من السدس كلهم بيقربوا الان من نفس القيمة لاحظ عشرين خمسة خمسة ستة سبعة ستة خمسة ستة كلهم صاروا تقريبا قد بعض تمام كل ما انت كبرت بالريزلت كل ما انهم اي خمسة ستة ستة سبعة ستة 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 سبعة على القيم 117-1008-1008-1008-1008-1005 كل ما عملت أكثر كل ما فكيف بيشتغل هذا البرنامج عندي لاحظ أنت ميزة مهمة أنت وأنت تنفذ بالبرنامج البرنامج ما بيعمل في فرق شو بيعمل ليش اخترت ست متغيرات يا جماعة هون عندي الطريقة الأسهل شو تكون فورلوب هو رح يكون فورلوب بس بدل الست متغيرات الري الري أحسنت مين جاوب محمد محمد ممتازي محمد محمد عاصم طيب جميل رائع جدا يا محمد بلشت تنافس معنا إذن الري زي ما حكينا بدل زي الامج هذا كمان المثال رح نحل له بشابتر 11 لما نأخذ الري شابتر 10 لما نأخذ الري ونحله فريقونسي 1 بعرف فريقونسي فريقونسي أري أوف ستة تمام برد برجع بذكركم فيه إذن الحل مع الأري هو أسهل طيب نيجي ستارت فونكشن ما بيتنفذ رول دايس فونكشن ما بيتنفذ طل رويز ماشي عشان أشوف الفيس وعمل فريقونسي لمين تمام وهون بالأري ما بتعمل أنت إنكريمنت ستة بتستغني عن السويتش كلها تشوفوا المحاضرة القادمة إن شاء الله وهون الامج مشان أعبيهم عندي 12 امج وهون update فريقونسي تابل عشان أطبع تابل وعدل محتوياته صار أكبر شوي البرنامج صح وهي نسبة مئوية ولا فونكشن ينفذ شو في عندي add event listener متى تمام وفونكشن اسمه start وهي فولد كمان إذن بيجي عندي 12 امج حاط 6 ببرا غرا هايها و6 ببرا غرا ثاني وكل واحد عندي ID لاحظوا يا جماعة في عندي get element by ID إذا أنت ما بتحط ID للتاج ولا إيش بيشتغل عندك بجابا سكريبت هاي ركزت عليها بالمئتين واحد لما شرحت وعطتكم إياها اللي أخذ عندي مئتين واحد على الصيف الماضي إذا ما بتحط ID ولا إيش يشتغل عندك هون إذا أنت في طبعا مثل ثاني غير get element by ID من استخدم ها هاي للي بدهوش يحصل على document dot تذكروها هاي بس مش رح اخذ تمام هاي يعني هاي تعامل معها أصعب شوية من التعامل مع ID بس أحيانا بدنا إياها هاي بتكون أحيانا بتكون أسهل من get element by ID من يجي لها إذا صار في مجال إذا ما صار في مجال إقراها أنت وا استخدم ها أنت بتطبيقاتك تمام عندي ستة إميجز عبر غراف ستة إميجز ثانية عبر غراف وعندي انبوت البروتوم رول دايس اللي هو رجيتكم إياه هذا وبعدين ديف لها frequency table عشان أطبع table في حطيت فيها header 1 وصي مشان تكون واضحة إلي هاي إذا هاي نعمل ELO load بعد ما نعمل ELO load ال form ماشي استدعى function start function start بعد هذول بيعمل get element by id للبوتون ويحطه بحالة listening هاي اياته get element by id للبوتون ماشي والبوتون add event listener كليك إذا عمل user كليك على البوتون استدعى function roll صارت سهلة بالنسبة لنا هاي آه بس أغين سهلة الآن لكن إذا روحت على البيت وما كتبت لك برنامج فيه كل هاي المحتويات ال add event listener وال set attribute والget limit by id إذا ما كتبتم انت بإيدك سهل تنساهم فأنا رح أعطيكم بعدها practice تعملوه بالبيت تمام ومراجعة المادة هيك بتكون اضمن انت انت ماستر الكورس otherwise it's easy to forget تمام إذا اليوزر عمل click على button بس تدع roll dice عملت face وعملت من 1 إلى 12 لأن أنا عندي 12 element الأول ما فضت floor وهذه صارت سهلة بعدين شوف الفيس وزيد على frequency هاي التول هو face حسب الimage حسب الرقم إذا كان واحد بزيد frequency one وإذا اثنين بزيد frequency two لاحظ switch statement استخدمناها المرة الماضية وشرحناها صح تمام ثلاث أربعة خمسة ستة break طبعا ما حطيت default ليش يا جماعة مش هيكون عندي default مش هيكون عندي لأني أنا حاصرهم بين واحد وستة ففيش داعي أكتب جملة ما لها داعي تمام أكيد لو حطيتها مش غلط بس أنت بتزيد جمل فما في داعي لها ولا بوصلها بحياته الكمبيلر فليش أحطها طيب إذا زدت هون عرفنا تول رويس شو بيعمل تولي رويس شو بيعمل بيزيد لفريكونسي حسب الفيس تمام الست image من اسمها عندي آيو فيس لأسو شاني حط لي الامجز في إيش في الأماكن تبعتها تمام شاني حط لي الامجز بالأماكن تبعتها شلون بيشتغل نفس هداك بس هون لأنه عندي 12 لاحظ هو أنا وين حطهم حطهم جوه اللوب من 1 إلى 12 إذن هذول هيتكرروا 12 مرة كل مرة بيغير على image وحده باضح تمام بيجي هون اذا كان الرقم 2 روح حط لي محل الامج الثاني الثالث الرابعة وهكذا هات طبعا الدي نمبر بده يتغير حسب اللوب تمام اللوب عندي من 1 إلى 12 وأنا عندي 12 فكل مرة يضع لي بصورة اللي جنبها الصورس تبعها هو die مع الفيس اللي يجبته من ال random وال alt تبعها شوف كيف انهم حطيتهم بفنكشن وركز على ايش ال dynambar وال face هذا ال dynambar مشان يحرك للامج الولى الثاني ثالث لعند 12 وال face عشان يجيب لي الصورة المشابهة للرقم يطلع عندي من ال random وضحات هذول الوضحة يا جماعة سهلين اه iron dice الاولى حط لي فيها كانت الفيس واحد حطي الصورة واحد هاي الامج الثانية طلع فيها اثنين حط لي الامج الثالثة طلع فيها الفيس واحد الامج الاخيرة طلع الفيس اربعة تمام هاي بتتكرر 12 مرة وعندي هون بيزيد التل رايز اللي هو عشان يعطيني البرسنتج من ميني حسب لكل face بعدين بيطبع عندي بس يخلص هذول بيطبع عندي بس يخلص الامج ويخلص هم الاثناعش بده يطبع التابل صار عندي في ال ست اوجه كل واحد قديش اتكون ومجموع الرميات تمام المجموع هذا مش منذكر شو هو total dice اوكي ومع كل واحدة بيعمل addition مع كل واحدة بيعمل addition هل نشوف شو بالضبط شو بيعمل بالضب ياخذ البرسنتج تبعتها هنا يبدأ من 100 بس هاي بتشوف هذا مش صعب يعني انا بدي اعرف هاي شو وين استخدم ها بيجي باستدعي بعدين الابديت التيبل علشان يطبع يطبع التيبل ويطبع القيم اللي فيها لاحظوا بس هون التيبل مش معمول بطريقة داينميك 100% انتبه اله كيف بيعمل تابل ديف اللي هي هاي تمام البراجراف الديف هاي اسمها تابل ديف استدعيها عن طريق الديميك باي اي دي بعدين التيبل ديف يا جماعة مش اميج هي غير السورس تاعها هي عبارة عن زي البراجراف والهيدر والديف واي اي اتش تي ام التاغ لها كونتنت بغيرها بواسطة الايش يا جماعة انتبهوا الاتش تي ام ال كبيتال لاتر الاتش تي ام ايش مال ها كبيتال لاتر هلا شو بيعمل شوفوا ديف هاي كل اش بين start tag وال end tag بروح حتى لو كان html tags اخرى كل شي بشيله ويضع محله التكست الجديد الذي انت بالدكية وضح ماذا تعمل الى html كل شي بين start tag وال end tag بشيل ويضع محله التكست الجديد الذي انت بالدكية حتى لو كان tags جديد واضحة لاني رأيش تعمالي يا جماعة لاحظوا ماذا عملت table concatenated مع caption t head t h بعدين t r t h الاولى frequency 1 و حطيت format percent هذا function و frequency 1 على twitter اه هو عدد الوجه على عدد الرميات وكليات ها لانه عدد الرميات ما بعرفها انا كل user كيف يعمل لك كل مرة اللي هي مبارا عن 12 واحدة كل مبارا عن 12 واحدة ففي loop يستدعي هم 12 مرة فبيضيف الـ 12 زائد 12 زائد 12 زائد 12 بعدين يقسم العدد هذا على عدد الرميات ليس يعني 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 الpercent اللي هي 1 على 6 بالنهاية تمام واضحة فهذه هي وحط ليها بالpercent format percent بحطي to fix وشرحنا هالمحاضرة الماضية لاحظوا هنا tr td سكروا بعدين tr جديدة td الأولى الثاني frequency one frequency two frequency four three five six okay and it end the table if you want to make it more dynamic it will make the table mطبوع instead of div here it will make it a table with it and you can make it element by id to the part and the part which will make it already mطبوع there are money ways you can change the values of the table it will make it and you can every time you can table jdeed intubuh to this n n you can create it and you can add content jdeed and it will make it change the value and it will make it and it will make it that the fact that you said today is this two three have your can you say this here the table is it will make it this here there there it will make it there here but how do it will make it every time you can you can you can مع أنه حقيقة أنت مش بحاجة إلا تغيري شو هون تغيري بس القيمتين هذول بكون طابع التابل والكونتنس تعونه هذول فاضين وبعمل get element by id لهاي ولهاي 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 بكون ما نعرفهم بـ id زي الـ image وبستدعي loop بيغير للقيم هذول بطريقة أسهل get element by id وبغير بس الـ values of td هذولا تيدي هاي والتي دي هاي تيدي هاي تيدي هاي تيدي هاي فبصغر عندي الكود هذا بدل ما أنه كل مرة يكون مطبوع هذا بحطه بالـ html وبعمل get element by id داخل for loop هنا وبغير على الـ L6 الموجودين عندي هذول وهذول جربوا حاول جربوا واضحة كيف يا جماعة؟ شاو قلت لكم أنا أنه المحاضرات القادمة الكود تبعنا بصير الكبر صح؟ بس الأمور إيش؟ إذا أنت متابع معي فتكون الأمور سهلة بس هلأ إرجع أنت تكتبه من جديد ما رح يزبط معك من أول مرة بس you have to try أنك على الأقل تدخل السكريبت والـ HTML otherwise بتظل الأمور إيش إنه أوكي سهلة فهمتها هلأ مش صعبة أنا بقول بس ما أجي أكتب أنا لحالي ما رح أقدر أكتبه من المرة الأولى فالمرة الأولى إذا أنت ما عملت براكتيس رح تكون بالامتحان الامتحان ما رح تيجي تبدأ تكتب سهولة كود مثل هذا ما عندك فاهمه هلأ إذا ما كنت عامل براكتيس كثير خلال الأيام هذه اعمل براكتيس كثير فالـ HTML مع الجافا سكريبت صح الكود تاعها مطويل لكن سهل والأشياء مكررة but it needs practice please make practice as much as you can إذا ما في سؤال ننتقل للي بعده هذا الكرابس ما بدي أشرح لكم إياه مثال وطوير كثير لحاله وبدو محاضرة هذا الكرابس الكرابس باي ذاوي هي لعبة إقمار بالأفلام بتشوفوها الكل بيعرفها أنا متأكد شكلا بتشوفوا بأفلام الأجنبية لما بيجيبوا الطاولة هاي اللي بت بيمسوا دكتور ودويرة آه دويرة وبيرمي حجرين نرد آه بتلاحظ أنه حسب الرقمين يا بربح يا بيخسر يا بيرد برمي فهي لها الرولز مشروحة بالكتاب يعني بالكتاب هذا ويممتعة كلعبة يعني بس سيب الآخر قمار حرام يا جماعة بس بأشرحلكم إياها ليترون إذا ضل وقت آه خلصنا بكير ذكروني أرجع أشرحلكم إياها آه إتس ريلي انترستينج واللي بيشوفها يحب يشوفها ويشوف الرولز تاعونها وكيف مبرمجة آه إتس ريلي نايس آه نايس إنك تعرف الخدع تابعتهم اللي هي كل لعبات الإقمار اللي موجودين تعتمد على الإحصاء والإحصاء أنت بتحدد قدنش نسبة الرحل الربح ثنين ثلاث صفر بالمية إلى آخره فأنت ممكن تعمل لعبة ولا واحد يربح فيها وإحنا بنعرف أنه هذا كل ياته حرام بس مشان تعرفوا العلم بجيء ولا الجاهل فيه إذا ضل وقت هذه يا جماعة بشرحلكم إياه بعد ما نخلص البي أتش بي تمام اللي حاب يعرف وبدهو الشي يعني يتعب بقرايته يذكرني بعد ما نخلص المادة بيظل عندي والسكوبينج والفاكتوريال سهلين جدا ماشي هذول يا جماعة والسكوبينج والفاكتوريال خلاص صارت ساعة واحدة وأنا تعبت كثير وهذول سهلين جدا قبل ما نبدأ شابتر عشر المحاضرة القادمة بنشرحهم ومننتقل لهم ومش صعبين كلهم موجودين بنفس لغات البرمجة الأخرى ما في إيش جديد السكوبينج اللي هو الجلوبال واللوكل والفاكتوريال موجود عندك بكل لغات البرمجة حتى لو ما شرحتهم فيك تشوفهم الإكزامبلز وذي آر فري إيزي تو ماستر حد يلو السؤال قبل ما نهني محاضرة اليوم يا جماعة أنا بفكر لكم ببراكتس بحط لكم إياه على الويب سايت مطبوع مشان تعملوا له ماسترينج اللي هو بيعتمد على الكليك وعلى الاد إيفنت اللي سينارو وتلي منتباي عايدي وإلى آخره وحط لكم البرمجة مشان تحاولوا وتحييوه تخذي له استفسار يعطيك العافية دكتور يعطيكم العافية وأتمنى أن الويك أنت تعملوا مسترينج للفنكشن هذا اللي شرحته اليوم يعطيكم العافية نهي. يا تكلافذك الله عافيك يا رب يا عافيك ربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة